السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي. اليوم سوف نقوم نقدم لكم شرح كيف نقوم بتقسيم الهاردسك. لاحظ هذا آآ ديسك آآ لوكال سي. نأتي الى بي سي. لاحظ هناك السي والليكتور دي فيدي. نحن نريد اضافة الدي. نأتي الى بي سي ننقر بزر ايمن ننقر على جيري. ننقر على جيري. تضح لنا هذه هذه النافذة. نذهب الى اه ديسك. ننقر من الاسفل الى اه ديسك. ننتظر غيرات البيانات الخاصة بديسك دول الخاص بنا. لاحظ هناك السي. هناك يعني تقسيم السي فقط. هذا هو السي. كما تشاهدون وهو هذا هو التقسيم الخاص بي السي. في اه كم تشاهدون هنا خمسمائة ريزير خمسمائة ميجا بايت. انتي فسlebط. وهؤ thiين وثنين وثلاثين جيγα اوكتي في ديسك دول ال اسي. وتبقى ميتين وثلاثين جيγα اوكتي كااااة بارتسيو. نخرج من هنا. كيف نقوم باضافة ديسك دور اه اه قرص صلب جديد نتي ايضا هنا. من هنا نقوم باختيار يعني نقوم باختيار اسم او القرص الصلب الذي نريد تقسيمه او للتقسيم. نختار مثلا. ثم ننقل على اوكي. ريزرفي اسم او. لاحظ تم اظهار يعني قرص باسم او. نحن نريد ان نعطيه اسم الدي. ماذا نفعل? بسيطة 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 جدا نأتي الى قرص اه اسم الدي. ننقل على او نأتي الى. نأتي الى هذا الجزء. لاحظ مئة وثبت وسبعين ميجا اوكتي هذا في حوالي خمسمائة ميجا اوكتي. نحن نقوم بتقسيمه او ازهار الجزء المتبقي الذي هو 2032 جيجا اوكتي. نأتي الى هنا بزر الايمن نقو على النوفو. هنا نقوم بتقسيم هذا اثنان. تلاتة وعشرين الف اه وميتين وثمانية واربعين. من هنا نعطيه الاف نحن نريد ان نعطيه الدي. حتى نعطيه الدي او الجي او اي اي حرف نريده او اي اه جزء نريده. لماذا لا يوجد الدي? لان الديسكو دير الخاص بنا هو اخذ الدي. ننقر ثم موضيفي من هنا نعطيه اسم او جي. ننقر اوكي اوكي. تم تغيره الى القرص الجي. نأتي الى هنا ننقر على نوفو وليم. نقوم بتقسيمي على اثنان. هذا لهذا الرقم. نعطيه لاحظ نختار الدي. ننقر ثم سويفو. هنا يمكنك ان تعطيه اسم اسم الديسك لوكال او ديسك لوكال او ما شبه ذلك. ها قد ظهر لنا كما تشاهد الدي. نذهب الديسك دير هنا لاحظ هذا هو الدي. ميتين وثنين وثلاثين جيجا اوكي. ننقر لي. ديسك لوكال دي. نطيء اسم ديسك لوكال مثله ومثل السي. الى هنا لكم قد انتهينا على هذا الشرح. نتعطينا في سرعة القادمة. لا تنسوا بالنقاط سبسكرا وقناة. دمتم في رعاية وحفظ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.